موسيقى غرفة الاخبار من سكايليوز عربية مع مهند الخطيب أهلا بكم إلى ثانية ساعة غرفة الاخبار وفيها نفتح ملف توتر العلاقات بين الإدارة الأمريكية والكونغرس على خلفية المنفاوضات النووية مع إيران سنتابع هذا الملف من خلال رسائلكم على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا بالإضافة إلى عدد من الملفات ستكون أيضا حاضرة في نشراتنا الإخبارية موسيقى ونفتح في حوارنا من غرفة الأخبار اليوم ملف العلاقات بين الكونغرس والإدارة الأمريكية في ضوء الرسائلة التي وجهها عدد من الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى القيادة الإيرانية محذرا إياها من التوصل أو من التوقيع على اتفاق مع إدارة الرئيس أوباما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني لا تستطيع العين أن تخطئ مبنى الكابيتول من البيت الأبيض أو بالعكس مبنى الكابيتول هو مقر الكونغرس الأمريكي ومهما تعظمت الخلافات تظل الرؤية متاحة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الأمريكية القومية العلاقات بين البيت الأبيض والكونغرس ستكون محل نقاش بعد قليل مع عدد من الخبراء في ضوء الرسالة التي وجهها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى القيادة في إيران قبل ذلك طائفة من الأخبار نعود إليكم بعدها يبدو أن الملف النووي الإيراني بتداعياته واحتمال إبرام اتفاق مع الغرب بشأنه سيحجب الرؤية بين إدارة البيت الأبيض ومشرع الكابيتول هيل رؤية محجوبة قد تفرز صراعا من نوع آخر داخل العاصمة واشنطن للحديث حول هذا الموضوع معنا من واشنطن بعد قليل عضو الكونغرس السابق عن الحزب الديمقراطي نكرا حال ومعنا أيضا من واشنطن مستشار الكونغرس الأمريكي لشؤون الإرهاب الدكتور وليد فارس ومن لندن ينضم إلينا أيضا أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية البروفيسور فواز جيرجيس أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بالضيوف دكتور فارس أبدأ معك مساء الخير بداية 47 عضو من مجلس الشيوخ الأمريكي من بينهم أسماء كبيرة كتبت هذه الرسالة الموجهة بالمقام الأول إلى القيادة الإيرانية يحذرون فيها أن هذه الاتفاقية التي يمكن أن تتوصل إليها مع أوباما قد تتغير وينسفها الرئيس القادم بجرة قلم وأن كل هذه الأمور بدون موافقة الكونغرس لن يكون لها أي قيمة أولا لا يعتبر ذلك تدخلا سافرا في صلاحيات الرئيس بحسب الدستور الأمريكي ويقود من قدرة الرئيس على المناورة مع الأطراف الخارجية وأيضا يصيب الهيبة الأمريكية المصداقية الأمريكية أيضا بنوع من العيوب ما رأيك؟ استاذ مهند لو الموضوع فقط على الصعيد القانوني والدستوري نعم يحق للأكثرية في الكونغرس أن تصدر بيانا أن ترسل برسالة هذا بحد ذاتي على صعيد القانوني البحث هم لا يتخطون الرئيس يعني هم لا يصدرون بقرار بوقف المفاوضات بين الرئيس والقيادة الإيرانية ولكن الأمر هو السياسي أكثر منه قانوني أو دستوري تذكرون أعتقد أنه في أيلول تكلمنا عن هذا الموضوع وتنبأنا إذا حصلت المعارضة يعني المعارضة الجمهورية في هذا الحال على أكثرية في الكونغرس فهذا سوف يكون موقفها من المفاوضات القائمة بين إدارة رئيس أوباما وتهران ومنذ بضعة أسابيع أيضا عندما تسلم الكونغرس دفت السلطة التشريعية كان هناك كلام أيضا على أن هذه المعارضة وفيها بعض الديمقراطيين هي ليست الجمهورية فقط سوف تحاول معارضة الرئيس أوباما أما هذا الموضوع بالذات هذه الرسالة بحد ذاتها فهذا أمر غير اعتيادي دون شك ولكن يقول لك أعضاء الكونغرس الجمهوريون خاصة في السنة قالوا لي أن الرئيس عندما جاء إلى حالة الاتحاد وقال أي مشروع يأتي من الكونغرس على مكتب للتوقيع لوضع عقوبات إضافية على إيران سوف أضع فيتو من الآن هذا أيضا لم يحصل في السابق وكأن هناك التطرف من ميل يجعل هناك تطرف أو تشدد من ميل آخر هذا ما يفسر الرسالة بحد ذاتها دكتور جيرجس ما رأيك مساء الخير بداية مرحبا بك معنا سنر هل هو تصرف طبيعي من أعضاء الكونغرس هل يعني يأتي هذا ضمن هذا السجال السياسي بين الرئيس أوباما وبين الغالبية الجمهورية الآن التي تسيطر على مجلسي الكونغرس أم كيف يمكن أن نفسره هل ربما لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الأخير أمام الكونغرس أي تأثير في هذا الموضوع يعني بالفعل هذا شيء غير اعتيادي هذه رسالة غير مسبوقة هذه الرسالة استثنائية يعني تقليديا وتاريخيا البيت الأبيض ومجلس الشيوخ يعني المشرعون في الولايات المتحدة دائما ينسقون مع بعضهم من أجل حقيقة تحسين شروط التفاوض مع الأطراف الدولية هذه طبيعة يعني الكونغرس بشد من مكان والبيت الأبيض الآن ما يحدث الحقيقة هو بالعكس مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري المعارض يحاولون جاهدين إفشال مساعي الدبلوماسية الأمريكية وخاصة دبلوماسية براك أوباما مع إيران يحاولون جاهدين ليس فقط من خلال الرسالة الرسالة الحقيقة هي لها قيمة رمزية ولكن تصور المعادلة التالية قيادة الحزب الجمهوري تدعو زعيما أجنبيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجام النتنياهو الذي الحقيقة يعني في حالة انتخابات نصفية لكي يفند أطرحات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية دون استشارة البيت الأبيض ماذا يدل هذا؟ يدل على انقسام حاد في المشهد الأمريكي يدل أيضا على أن الوضع استثنائي وأيضا يدل على أن إيران أصبحت عاملا في السياسات الداخلية الأمريكية ومن هنا الحقيقة أهمية الرسالة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الحزب الجمهوري المعارض لإفشال المفاوضات أنا اعتقادي بكل تواضع ويمكن أن أكون مخطئا أن الحزب الجمهوري الإستراتيجية للحزب الجمهوري الحقيقة إفشال أي محاولة للوصول إلى اتفاق مع إيران وفرض شروط تعجزية ويمكن الهدف الرئيسي كما تحدث السيد كوتن والذي قدم المشروع الهدف الرئيسي كما قال أمام أحد المعاهد اليمينية الأمريكية هو إسقاط النظام الإيراني وليس الوصول إلى اتفاق نموي مع هذا النظام سنعود إلى هذه المسألة بعد قليل وربما إذا كان هناك أي دور لأي ما يمكن وصفه بلوبي إيراني ساهم في هذه المسألة ولكن دكتور فارس مسألة إذا جاز التعبير نشر الغسيل الوسخ بين الإدارة وبين الكونغرس بهذا الشكل العلني حتى في أسوأ أيام العلاقات بين إدارة الرئيس كلينتون والمحافظين الجدد أيام نوت جينجريتش كما تذكر على سبيل المثال لم تكن بهذا السوء ما الذي جعل الأمور تصل إلى هذا الحد بين إدارة الرئيس أوباما وبين الجمهوريين في هذه المرحلة ويبدو وكأننا نسينا عندما سيطر الحزب الديمقراطي على الكونغرس في العام 2006 ماذا فعلوا بسياسة بوش في العراق وكان يقول لك في تلك الأيام مسؤول إدارة شبابنا يقاتل على الأرض جنودنا يقاتلون على الأرض وهذه الأكثرية في السنة وقتها تخوننا وتقول أن ذلك غير وطني إذن هناك سوابق ما يجري الآن أن الموضوع قد بات حادا أكثر من الماضي ولكن كانت هناك سوابق للمعارضات عندما تسيطر على الكونغرس تهاجم الإدارة وبشدة أنا باعتقادي ما هو حقيقي أن الانقسام بات أبعد بكثير مما كان عليه في السابق وربما أحد الأسباب طبعا الكونغرس كما تفضل الزميل لا يريد أن يكون هناك اتفاقية مع هذا النظام في إيران هذا ليس سرا وبالتالي هو يقول للرئيس لنجتمع نحن وإياك الكونغرس والرئيس لنخطط سوية حول هذا الموضوع في الماضي ماذا كان يحصل كان يأتي ممثلي البيت الأبيض سفراء المجلس الأمن القومي وغيره إلى اللجان المعنية في الكونغرس وفي أكثريتها من الحزب المعارض ويتفقون معهم على الأسس كي لا يكون هناك نشر غسيل ووضع حاد أمام رأي العام في هذه المرة يقول لك القيادة الجمهورية ودعني أقول شيء مهم ليس فقط جمهوريون أكبر معركة طاحنة الآن هي بين البيت الأبيض وبعض أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين وهم يخونوهم كالسناتر مينندس في هذا الموضوع طبعا الأكثرية هي جمهورية ولكن هناك بعض الديمقراطيين في هذا الموضوع ما حصل الآن أن الأكثرية في هذا الكونغرس المعارضة لمشروع إيران بغض النظر أن كان جمهورية أو غيرها هي تقول للرأي العام وللعالمين أن الإدارة تقوم بهذه المفاوضات دون أن تعلمنا بشيء اليوم في التلفزيونات قال بعض قادة الكونغرس لو نحن كنا عالمين بأمور هذه المفاوضات إنها مفاوضات سرية ولم يسبق أن يكون هناك مفاوضات سرية دون علم على الأقل لجنة الدفاع ولكن هذه هي طبيعة المفاوضات من هذا النوع دكتور فارس والأمر الآخر أن هذه المفاوضات ليست بين واشنطن وبين طهران هذه المفاوضات بين دول الخمسة زائد واحد وبين طهران هناك دول أخرى فرنسا بريطانيا ألمانيا روسيا الصين هذه ليست اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران بهذا الخصوص هذه الاتفاقية تضم قوة أخرى غير الولايات المتحدة ليس مشكل بذلك الموضوع هو موقف الإدارة من هذه الاتفاقية مع الأطراف الأخرى الأكثرية في الكونغرس لا تقول أريد أن أعرف ماذا هو موقف الفرنسيين والروس لا هذه حكومتي وهي تتفاوض أنا أريد أن أكون في العملية الاستشارية هذا الحد الأدنى لم يحصل لأن الرئيس أوباما ومستشارين بالموضوع الإيراني عارفين تماما أن هذه الأكثرية في الكونغرس لن تذهب إلى حيث يذهب هو في المفاوضات وبالتالي هذا ما حصل مثلا مع الإخوان المسلمين في مصر كانت الأكثرية السابقة تقول للإدارة لماذا لديكم شراكة والإدارة تقول ليس لدينا شراكة وحصل هذا التغيير والآن المعلومات تأتي أنه كانت هناك شراكة إذن الموضوع يتعلق بالتنسيق وهذا رأي القيادة الجمهورية بتقديره دكتور فواز ما رأيك بهذا الموضوع هل بالفعل قصر الرئيس أوباما وإدارته في إطلاع الكونغرس على ما يجري فيما يتعلق بهذا الاتفاق أم أنه ليس هناك اتفاق حتى الآن كما يقول المثل العام عندما يأتي الصبي بنصلي عن نبي أنا أفهم وجهة نظر الأستاذ وليد هو يدافع عن حزب الجمهوري وهذا طبيعي والإنسان علي أن يحترم هذه وجهة النظر ولكن الخلفية مهمة جدا الخلفية النظرية والخلفية التاريخية الحزب الجمهوري الأمريكي الآن هو حزب يهيمن عليه الحقيقة الأصوات المتطرفة المتشددة أصبح يمينا للغاية زيادة عن لزوم وهذا ليس أنا لا أتحدث بأي شيء جديد هذا بالفعل الرؤية الدولية والسياسات الخارجية لهذه الرؤية يعني تصرف مع نتنياهو ذليل واضح على هذه الرؤية المتشددة جدا داخل الحزب الجمهوري لأن اليمين المتطرف بالفعل صيد هيمن على الحزب الجمهوري نقطة الأولى النقطة الثانية علينا التمييز بين المعاهدة والاتفاق نحن لا نتحدث عن معاهدة يحاول الرئيس الأمريكي القيام بها هو نوع من التفاوض السري ماذا تريد من التفاوض أن يكون وطبعا يقال أن القيادة الأمريكية هي لا تتحدث لا تستشير القيادة الجمهورية والديمقراطية القيادة الأمريكية كانت تنسق مع القيادة الإسرائيلية حتى الوقت القريب وتوقفت الإدارة الأمريكية مع التنسيق مع القيادة الإسرائيلية لماذا يا أستاذ مهند؟ لأن القيادة الإسرائيلية حاولت تشويه وحاولت الحقيقة إرسال رسائل مضادة جدا لما يحدث في هذه المفاوضات النقطة الثالثة الملف النووي الإيراني مهم جدا لإدارة باراك أوباما هذا الرئيس بغض النظر وطبعا هناك اختلافات داخل الحزب الديمقراطي يعتبر أن إنهاء حالة العداء المؤسساتية مع إيران محاولة الحقيقة يعني عدم دفع إيران إلى عدم الحصول على قنبلة نووية هو الحقيقة يمكن أن يعد له كإنجاز تاريخي إنجاز بأهمية الإنجاز التاريخي التي حصل عليها الرئيس نيكسون عندما الحقيقة فتح العلاقات مع الصين ومن هنا الحقيقة يعني بكل هذا الرئيس ليس رئيس سياسات خارجية ولكن بالفعل يبدو أن ملف النووي الإيراني مهم جدا لهذه الإدارة ومن ثم الثبات ومن ثم التواصل ومن ثم الحقيقة الإصرار على الوصول إلى وهذا الرئيس قال انتظروا لتروا النتائج هذا الاتفاق هو لن يوقع على أي اتفاق يمكن إيران من الحصول على قنبلة نووية لماذا لا تنتظر القيادات الجمهورية وبعض الأعضاء دموقاتية هناك من يقول بين الجمهوريين أنه أنت الآن تحاول أن تعطي إيران مكافأة مكافأة مقابل ماذا؟ مقابل تدخلها في اليمن مقابل تدخلها في سوريا في العراق في لبنان وكل هذه الأمور يعني هناك من الجمهوريين من يقول أنه على الرئيس أوباما أن يكون أكثر حكمة أكثر تروي أن يفكر أكثر في هذه المسألة قبل أن يقدم على إعطاء إيران مكافأة بدون أي مقابل ما رأيك؟ بالفعل هذا واقع صحيح ليس فقط أعضاء الحزب الجمهوري بعض الديمقراطيين مستئين جدا من سلوك الرئيس الأمريكي إذا إيران أنا قراءة متواضعة أنا أحاول أن أفهم قراءة متواضعة تقول أن هذا الرئيس لا يريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران لا يريد تأزيم العلاقات مع إيران يعتبر إيران لاعبا حيويا في الخليج يحاول حقيقة استخدام الأوراق الإيرانية في العراق وبعض الملفات الأخرى وأعتقد أنه يعتقد أن الملف النووي إذا توصل الجانبان إلى اتفاق بالنسبة إلى الملف النووي يمكن لإيران أن تلعب دورا حيويا في المنطقة هذه قراءته إذا كانت صحيحة أو لا هذه الحقيقة قراءة تفسير طبعا يمكن أن نختلف عليه طيب دكتور فارس السيد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي قال بالحرف الواحد معلقا على هذه الرسالة الجمهورية يقول خلال 36 عاما قضاها في مجلس الشيوخ الأمريكي لا أستطيع تذكر أي حادثة كتب فيها أعضاء بالمجلس مباشرة لتقديم النصح لدولة أخرى وبالطبع لم يحدث هذا مع عدو خارجي هناك خصوبة معه منذ فترة طويلة بأن الرئيس لا يملك السلطة الدستورية للتوصل إلى تفاهم له مغزى معهم النقطة التي يثيرها السيد بايدن كيف يمكن للجمهوريين أن يقدموا النصح أن يقدموا الإرشاد لدولة يعتبرونها هم أكثر من أي طرف آخر زعيمة محور الشر في العالم كيف نفسر ذلك؟ نقطتين النقطة الأولى السريعة المقولات والكلام الذي تفضل به السيد فواز ليست عجيبة وغريبة فهذه مقولات الأجندة الإيرانية السورية عندما تفهم الاستراتيجية الإيرانية هي تريد بالضبط أن لا يعلم الرئيس أوباما هذه الأكثرية وإذا تحركت هذه الأكثرية فما تسمى بأنها تنصق مع إسرائيل والصهيونية والإمبريالية كلام واضح بالتالي ما يهم طهران ودمشق في هذا الموضوع أن يتمكن الرئيس أوباما من أن يصل إلى هذا الموضوع ويفرضها على الكونغرس وهذا ما لا يحصل ثانيا فيما يتعلق بكلام نائب الرئيس بايدن هو صحيح أن هذا لم يحصل سابقا ولكن تصرفات هذه الإدارة لم تحصل سابقا يعني هذا الحد يأتي بذلك الحد أن هذا يسمى كلاما نصيحة للنظام الإيراني لا هذا يسمى تحذيرا وهذا يسمى كلاما للقيادة الإيرانية بأنك غير واصلة إلى ما تريدونه إذا رئيسي وإذا إدارتي هي ضعيفة في هذه المفاوضات فممثلي الشعب الأمريكي الذين انتخبوا في تشرين وهي آخر انتخابات شعبية وأتت بأكثرية حاسمة من الجمهوريين وأعود وأذكر أن هناك عدد لبأس به من الديمقراطيين هذه لن تقبل بهذا الاتفاق على هذا الأساس هذا لا يعني أنها لن تقبل باتفاق آخر بعض المرشحين الجمهوريين الكبار للرئاسة قالوا نحن نريد اتفاقا أفضل من ذلك والذين يقولون أنه إما هذا الاتفاق السيء إما الحرب العسكرية هذا غير صحيح لأنه بين الاثنين كثير من الأمور إما اتفاق أحسن من ذلك إما دعم للمعارضة الإيرانية إما دعم للمعارضة الإيرانية لوضع ضغط على القيادة الإيرانية لذلك أنا بتقديري الأجندة الموجودة الآن في الكونغرس ليست سرية ولا يحركها أحد وبن جميل نتنياهو إذا أتى على واشنطن لأنه كانت هناك أكثرية لم يكن ليقدر أن يأتي إلى واشنطن لو لم تكن هناك خلافات أساسا بين هذه الأكثرية والبيت الأبيض هل هناك أي دور دكتور فارس لما يمكن أن تسميته باللوبي المؤيد المتشدد المعارض لإيران لوبي إيراني ولكن معارض للنظام في إيران هل كان له أي دور في هذه المسألة؟ لنكن واضحين ما يقال على التلفزيون أقل مما يكتب في الإنترنت وفي وسائل أخرى لم يعود شيئا سريا هذه معركة سياسية من ناحية ترى اللوبي الإيراني السوري المؤيد لهم وهو واضح وله أقطابه ومن ناحية أخرى ترى فدرالية من اللوبيات لنكن واضحين هناك تقال إسرائيل طبعا إسرائيل في هذا الموضوع وليس سرا على أحد هل هناك لوبي للمعارضة الإيرانية يعني مجاهدي قلب؟ طبعا هذا موجود وليس سرا على أحد ولكن هل هناك من مجموعات تمثل الدول العربية والمعارضات للنظام السوري والنظام الإيراني وغيرها من الدول العربية المتدلية؟ طبعا هذا موجود كل ما يحصل في المنطقة له في ساحة الولايات التحدة الأمريكية وفي واشنطن مجموعات تمثل هذه الأراء طيب سأعود مرة أخرى إلى الدكتور فواز جورجيس يعني دكتور فواز الرئيس أوباما حاول في كثير من المناسبات أن يقول يا جماعة هذا الاتفاق إذا لم يكن جيدا لن نقبله لن نقبل بأي اتفاق سيء لن نقبل بأقل من منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي هذه رسالة بسيطة لماذا لم يتلقفها الجمهوريون؟ ويعطو الرئيس أوباما على الأقل فرصة للوصول إلى هذه النتيجة يعني أنت تسأل سؤال طبيعي ومنطقي وبداي والجواب الطبيعي والمنطقي أن هذا الحزب الجمهوري القيادة الجمهورية المتطرفة المتشددة المتصهينة لا تريد اتفاقا لا مع إيران ولا يعني لا يأخذ بعين الاعتبار إسقاط النظام الإيراني هذا قالتها العديد قالها العديد من القيادات في الحزب الجمهوري النقطة الأولى النقطة الثانية أنا أعتقد بغض النظر عن دور إيران في المنطقة وهو طبعا يا للأسف دور سلبي في العديد من المناطق لأن إيران بالفعل يعني تصب الزيت على النار في بعض المناطق لا تأخذ بعين الاعتبار التذاعيات والحساسيات والتأزم الاجتماعي والثقافي والمذهبي هذه السياسات الحقيقة يعني تبدو أنها أحيانا نوع فيها من العمى وعدم الأخذ بالاعتبار الأمور الإسراتيجية ولكن هذا الرئيس أنا أعتقد يعني القضية الإسراتيجية لهذا الرئيس هو إنهاء حالة العداء مع إيران عداء أكثر من ثلاثين سنة يمكن لهذا الاتفاق ليس فقط أن ينهي قضية الملف النووي ولكن الحقيقة لبداية مرحلة جديدة في المنطقة إنهاء حالة التأزم في المنطقة ولكن مقابل ماذا دكتور جيرجيس هذا هو السؤال البعض يقول أن الرئيس يقدم هدايا مجانية لإيران كما يسعى لتقديم هدايا مجانية لنظام كاسرو في كوبا بعد خمسين سنة من التطبيع الآن يريد تطبيع العلاقات مقابل ماذا هل تغير النظام في هفانا أم لا؟ هذا هو السؤال يا سيد مهند باراك أوباما لم يقدم أي هدية أو هدايا للقيادة الإيرانية باراك أوباما وبعض الدول الكبرى كما تعرف خمس دول حقيقة تحاول الوصول إلى اتفاق لإنهاء حالة العداء مع إيران بالنسبة للملف النووي هناك هذا الاتفاق يتحدث عن الحقيقة إقناع القيادة الإيرانية عن التخلص من القدرة على الوصول إلى قنبلة نووية ما الخطأ في ذلك؟ كيف يمكن أن تمرع إيران من الحصول على قنبلة نووية إن لم تتفق مع إيران على جدول زمني وعلى رفع العقوبات؟ نحن لننتظر إذا كان هذا الاتفاق الحقيقة يؤدي إلى إنهاء حالة العداء ويؤدي إلى التعامل مع القضايا الرئيسية التي موجودة صر عامل 30 سنة في المنطقة شكرا لك البروفيسور فواز جيرجيس أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن الاقتصاد والعلوم السياسية كان معنا من لندن شكرا لضيفنا من واشنطن الدكتور وليد فارس مستشار الكونغرس الأمريكي لشؤون الإرهاب أنتقل الآن فيما تبقى من دقائق إلى واشنطن أيضا مع النائب نيك رحال النائب السابق عن الحزب الجيمقراطي مساء الخير سيد رحال مرحبا بك معنا معركة ساخنة على ما يبدو بين الرئيس أوباما وبين الأغلبية الجمهورية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الرسالة التي بعثا بها بعض الجمهوريين إلى القيادة الإيرانية هل هي بالفعل محاولة لتقويض الحكومة الأمريكية ونزع الشرعية عن الرئيس أوباما كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوج أيرنست مجددا لسوء الحظ أن هناك منورات من قبل المجلس الشيوخ الذي يسيطر عليها الجمهوريون من أجل عقلت كل ما يقوم به الرئيس إذن مجددا نحن شهدنا محاولات من قبل جمهورينا من أجل مجددا تقويض السلام وأحتمال التوصل للسلام الذي يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة وهي أن الولايات المتحدة لا تبذل جهودا حقيقية من أجل توصل إلى تسوية سلمية لبرنامج إيران النووي لا أحد لا الولايات المتحدة الأمريكية لا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ممن لديه السلام في قلبه يريد أن يرى إيران تحظى بسلاح نووي هذا لا يصب بمصلحة أي بلد إذن من مصلحة الإدارة الأمريكية أن تصل إلى تسوية مع إيران ولا بد من أن تحصل على الدعم الضروري ليس هناك من ضمانة بأن الاتفاق سيتم التوصل إليه ولكن في حال حصل ذلك سيكون لذلك وقع إيجابي على الولايات المتحدة الأمريكية وسيكون هذا الاتفاق مبرر وعلى المدى الطويل لأنه طالما أنه في الإمكان تبريره وإذا ما التزمت إيران بالبنود لن يكون هناك من رئيس في المستقبل أو كونغرس سوف ينقلب على هذا الاتفاق ويقول أنه لا يصب في مصلحة بلد المتحدة طيب سيد رحال كما نعرف الكثير من الأصوات انتقدت هذه الرسالة التي وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ وعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى القيادة الإيرانية من بين هؤلاء وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون التي انتقدت هذه الرسالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين من الجمهوريين إلى إيران وقالت كلينتون أن مثل هذا التصرف يشوه سمعة أصحابه لنا السلام تعتبر الرسالة التي وجهها نواب الكونغرس الجمهوريون إلى إيران خطوة ناقصة تجاه تقاليد القيادة الأمريكية مما يطرح تساؤلا حول الهدف من هذا التصرف وهنا يوجد إجابتان منطقية إما أن يكون هدفهم تقديم خدمة الإيرانيين أو إلحاق الدرر بالرئيس وسط مهمة ديبلوماسية دولية وهذان الاحتمالان إنما يشوهان سمعة الموقعين على هذه الرسالة سيد رحال ما رأيك هل هي بالفعل خدمة يقدمها الأعضاء الجمهوريون الذين كتبوا هذه الرسالة لإيران التي يعتبرها الحزب الجمهوري أكثر من غيره يعني زعيمة محور الشر في العالم ما رأيك؟ هذا لا يصب بمصلحتي أحد برأيي من المثير للاهتمام أن نشير إلى أن المسؤول عن هذه الرسالة والمحرد عليها وهو من نيوهام شاير وهو يقول أن الجميع متطرفين في إيران وأعتقد أن هذا النوع من التفكير في الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الشيوخ مؤسف للغاية لأننا نريد أن نعمل مع المعتدلين كي نظهر للعالم أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق للسيطرة على الطموحات النووية للمتطرفين في إيران كما قلت لابد من أن يكون هذا الاتفاق قابل للتبرير وإذا ما كان كذلك وإذا ما وضع حدا لإمكانية وصول إيران للسلاح النووي سيكون الجميع مستفيدا من ذلك ولابد من أن نعطي السلام فرصة لا نريد أن يكون هناك بلد أجنبي يجرنا إلى نزاع ثالث كبير في الشرق الأوسط يضع الولايات المتحدة الأمريكية في خطر ومواردنا أيضا ولكن سيد رحال الديمقراطيون وعلى رأسهم نائب الرئيس جو بايدن يحاولون إظهار هذه المسألة على أنها سابقة لم تحصل في التاريخ الأمريكي الحديث على الأقل من قبل مع أنه حتى خلال فترة وجود السيد بايدن برئاسة لجنة العلاقات الخارجية عندما كان في مجلس الشيوخ هو نفسه عندما كان في رئاسة هذه اللجنة أصر كما تذكر في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنا ذاك كولين باول وقال أن الحكومة بحاجة للحصول على موافقة الكونغرس فيما يتعلق بمعاهدة موسكو بشأن الأسلحة النووية الاستراتيجية مع روسيا في عام 2002 ابان فترة جورج بوش الأبن أليس هذا تصرف مشابه لما يقوم به الجمهوريون اليوم هو غير مسبوق بالفعل وهذا أيضا يشبه الدعوة التي وجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ بضعة أسابيع لتوجه بخطاب إلى الكونغرس هذه الجهود التي يبدلونها غير مسبوقة وتعتبر تحركات خطيرة جدا من الحزب الجمهوري الذي يسيطر على الكونغرس وهم لا يوفرون أي جهد من أجل تقويد مسيرة الرئيس أوباما هم لا يتفقون معه بغض النظر عن المسألة التي يطرحها وهذا لن يصب في مصلحة الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة وبالطبع لن تخدم مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل البعض يقول سيد رحال بأن المتشددين في الولايات المتحدة الآن يتلاقون مع المتشددين في إيران الذين يعرضون أيضا هم بدورهم أي اتفاق نووي وأي تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي هل بالفعل هناك تلاقي مصالح بين المتشددين في الولايات المتحدة والمتشددين في إيران في هذا المجال هذا ما نسميه ربما بالريهان الغريب وهذا يحصل كثير من الأحيان في الشرق الأوسط فالمتطرفون في إيران موقفهم يشبه المتطرفين كما قلت في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في إسرائيل وبالتالي إن هذا مؤسف وهو لن يؤدي بالطبع إلى نتيجة إيجابية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية الرئيس لديه صلاحية التوصل إلى هذا الاتفاق هذه ليست معاهدة من الضروري أن يصوت عليها مجلس الشيوخ نعم مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي يمكن أن يتخذ إجراءات في المستقبل من أجل ربما أخراج هذا الاتفاق عن مساره أو ربما تقويض محاولة الوصول إلى هذا الاتفاق ولكن مجدداً وسيكون هناك حاجة إلى موافقة ستين من أعضاء مجلس الشيوخ وبالتالي هذا العدد الكبير وسيكون من الصعب أن تتم الموافقة على ذلك وإذا ما تتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل سيكون من الصعب بالنسبة إلى أي مجلس الشيوخ في المستقبل أو أي رئيس أن ينقلب على هذا الاتفاق الذي يكون قد دخل حيزة التنفيذ والذي سوف يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية سيد رحال اسمح لي على أسطار بعض المشاركات التي وردتنا قبل القليل على مواقع التواصل الاجتماعي من المشاهدين شريف حمدي يقول الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين لن ينتهي وملفات الخلاف متعددة ومن بينها إيران سامي بدران يقول الجمهوريون يريدون حرق ورقة أوباما تماما ويؤسسون لمرحلة جديدة عمر الشعار يقول الجمهوريون يريدون إشعال الحروب في المنطقة ويهمهم تقوية علاقتهم بإيران هناك أيضا عصام محي يقول الجمهوريون يريدون إذلال أوباما حتى في آخر أيامه هناك تساؤل من المشاهدة سميرة البطران سيدنا رحال ربما تود الإجابة عليه تقول سميرة أو تتساءل هل هناك علاقة بين نتنياهو وهذا الخطاب الموجه لإيران ما رأيك هل هناك بالفعل علاقة بين خطاب أو رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والخطاب الذي تلاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس مؤخرا ربما أتفق مع بعض هذه التعليقات ولكن لابد من الإشارة إلى أن أعضاء الجمهوريين في الكونغرس المتحفظون على أي اتفاق مع إيران بطبع لا يدعمون جهود الرئيس للتوصل إلى اتفاق ولكنهم في الوقت عينه لا يدعمون هذه الرسالة التي بعث بها 47 من أعضاء مجلس الشيوخ هذا تدخل في أشؤون الخارجية غير مرغوب به وكما قلت هذه مسؤولية تقع على عاطق الرئيس الذي انتخب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية ووظيفته هو إرشاد وقيادة السياسة الخارجية لا يمكن أن يكون هناك العديد من وزراء الخارجية لابد من أن يكون صوتنا موحدا وإذا كان الرئيس يريد أن يتوصل إلى اتفاق فهذا لأنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والسلام في المنطقة والعالم سيد رحال دعني أسألك في الدقيقة المتبقية إلى أي مدى ستكون هذه القضية قضية أساسية في حملة الانتخابات الرئاسية التي أصبحنا على أبوابها تقريبا أكثر من عام بقليل وتكون الأمور قد سخنت في هذا المجال إلى أي مدى سيلعب هذا الملف دور في الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة في الواقع أن هذه الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي لابد من أن يتوصلوا إلى اتفاق قابل للتبرير مع إيران وإذا ما حصل ذلك سيتم تصويره على أنه إنجاز لا شك في ذلك ولكن لابد من النظر ما بعد التدعيات السياسية وما تحمله الانتخابات القادمة وأبعد من ذلك حد لابد من النظر بما يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل وأيضا ما يجب أن يتم تحقيقه من أجل الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع الجهود من أجل منع توصل إيران إلى السلاح النووي هي جهود مقدرة وأيضا مشاركة في استقرار العالم إذن هناك الكثير من الأمور التي تتجاوز ذلك وتتجاوز هذا البعد السياسي وهذا ما تنظر به الإدارة الأمريكية وما يصب في مصلحة حقوق الإنسان أيضا شكرا جزيلا لك سيد نكرا حال عضو الكونغرس السابق عن الحزب الديمقراطي عن ولاية ويست فرجينيا كان معنا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن